أستاذ أسام وأنت حزب الأغلبية اللي طبعاً حركت مجلس الشيوخ ولكن تعبر عن مستقبل وطن في النهاية أنت دلوقتي عندك 316 مقعد في النواب يعني فارق كبير بين الكتلة دي وبين اللي بعديك على طول اللي هو 50 مقعد للشعب الجمهوري ليه سيبقى شايف هذا الفارق الكبير؟ ليه؟ لأن في عمل كبير يتعامل بأنه مش هنقول 40 على الأقل سناتين شغالين في حزب شغال على الأرض في حزب ليه تنظيم حزبي موجود داخل كل أرواق جمهورية مصر العربية لانتشار ضم كوادر وقامات تقدر تعمل منافسة لأنه برضو حضرتك الرقم ده الغالب فيه كان على المقعد الفردية يعني أنا عندي 171 مقعد فردي من 316 غير اللي كانوا موجودين في القائد فبالتالي الانتخابات الفردية والقامات اللي كانت موجودة داخل مستقبل وطن هو ده العمل الفر بس حابب برضو أن أنا يعني بس في حتة حضرتك كنت أشارت إليها في المقدمة حتة المستقلين 95 مستقلين آه ماشي قد يكونوا هيبقوا مؤيدين لسياساتنا أو رؤانا أو توجهاتنا داخل المجلس ولكن هم مش يبقوا منضمين للحزب المستقبلات يعني ما يقدروش ينضموا بعد كده إنك تعمل بيت تلتين وفقاً لا يعني اللي وايح بتقول إيه وفقاً للدستور والقانون الإنسان بيحتفظ بصفته اللي حصل عليها الانتخاب هو منتخب على صفة المستقل إذا ما تم تغيير هذه الصفة بيجوز اسقطعت رده بس موافق التلتين المجلس بس أنا أنا مش أعمل مخالفة أنا أنا كمستاب الوطن أنا مش محتاج أن أعمل مخالفة مش محتاج أن أعمل مخالفة دستورية يعني بتقولي إنه هؤلاء المستقلين لو طلبوا إنه هم ينضموا ويغيروا صفاتهم الحزبية لما يخشوا البرلمان أنتو مش هتقبلوا؟ ده غير دستوري والقانون ولكن هو قد يقول معي بس حصل قبل كده كتير لا ما حصلش وسبوا أحزابهم إزاي؟ لا لا هو اللي حضرتك حصل إيه اللي حصل إن أنا قدر تكون مجموعة لأن برضو دي ميزة من جميع الميزات اللي للبعض شايفها إنها سلبية ولكن هي ميزة إن أنا قدرت أعمل قطلة صلبة وكدت في احتياج ليها حضرتك إحنا لو عادنا المشهد مجلس النواب الماضي كانت إيه المشكلتنا دايما فيها؟ وإحنا يمكن استضبنا بموضعين وكانوا موضعين كبير كبار بهم الدولة المصرية وعرغم من ذلك نظر العدم وجود قطلة صلبة داخل المجلس لأن كانت الغالبية داخل المجلس كانت من المستقلين فبالتالي ما كاشفيه قطلة صلبة ودامي وده على فكرة للأسف الشديد فيه ثقافة عندنا كشعب مصري أو ثقافة إن الأحزاب القوية أو إن ده نظر الموروث القديم برضو بتاعتنا إن دايما التحكم وكان مننا فبنبصين دايما على الأحزاب اللي هي ذات أغلبية أو الأحزاب القوية إن ده يعني بيرجعنا المشاهد إن موزج الحزب الوطني دايما بنفكر فيه كده بيرجعنا المشاهد السلبية لكن لابد لابد أن يكون هناك كتلة صلبة داخل المجلس عشان تدعم الحكومة لا تدعم الحكومة وتنفي سياساتها يعني يعني وتنفي السياسات يعني أنا أنا أقدر إزاي أفرد سياسات وأفرد تشريعات وأقمل السياسات اللي أنا جاي عليها أو المنتخب على السنة لم يكنوا عندي كتلة صلبة الوضع اللي حصل في المجلس السابق إن إحنا قدرنا نعمل أغلبية من هؤلاء المستقلين ولكن ولكن ما كنش موجودين رسمي داخل المجلس بصفة مستقلاتها